بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معن Chapter 13 Introduction to Gears وبنستكمل معن Terms Used in Gears أو المصطلحات المستخدمة في التروس والمصطلح اللي بعد كده اللي هو Circular Pitch Circular Pitch بنرمز لها بالرمز B small c Circular Pitch والD هنا اللي هو بيمثل Pitch Circle Diameter والT اللي هو Number of Teeth أو عدد الأسنان قيمة Circular Pitch بتساوي المحيط على عدد الأسنان By في D على عدد الأسنان اللي هو T الديامتر البيتش أو الخطوة القطرية بنرمز لها بالرمز P D وقيمتها بتساوي عدد الأسنان على القطر بالطبع اللي هو البيتش Circular Diameter المصطلح اللي بعد كده بيسمى المديول أو المقنن للتفس ويعرف بأنه هو المديول بيور مزلي بالرمز M وقيمته بتساوي هي نسبة القطر إلى عدد الأسنان بالطبع أي قيمة تنتج من الـ Division ده أو القسمة دي لا يجب استخدامها مباشرة إلا إذا بعد تقريبها إلى القيم الموجودة في النوت هنا اللي هي واحد واحد وربع واحد ونص اتنين وهكذا ليه؟ لأنه ده بينتج بشكل نمطي عشان توافر سكينة التفريز الـ Cutting Tool اللي أنا هعمل بها عملية فتح للترس أسنان الترس أو سكينة المديول اللي بتبقى متوفرة على الماشينز الخاصة بتفتيح تروس أسنان التروس طيب هنا في نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة ليها أنه عملية تعشيق ترس مع ترس آخر أو السؤال خلينا نسأل سؤال نطرح سؤال هل يمكن تعشيق ترس مع ترس آخر بالطبع لابد من توافر شرط أساسي إيه هو الشرط الأساسي؟ هو أن المديول للترس ده يكون نفس المديول للترس ده وإلا لن يعمل معا ما فيش ترس هيقدر يعشق مع ترس تاني أو هيحصل engagement ما بينهم إلا إذا كان لهم نفس المديول اللي هو نفس نسبة القطر إلى عدد الأسنان دي نقطة مهمة جدا لابد من توافرها قبل عملية تعشيق الترس نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر